موسيقى جولة رياضية في أهم الأخبار المحلية والعالمية أهلا بكم تأهل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 17 سنة على حساب منتخب تونس بركلات الترجيح وبلغت دور النصف النهائي من البطولة العربية وقد انتهت المباراة في مرحلتها الأولى بتفوق الخضر بهدف لسفر أين افتتح محمد عبد المجيب باب التسجيل في الدقيقة 29 ليعادل نصور قرطاش في المرحلة الثانية وينتهي اللقاء على وقع التعادل الإيجابي هدف لهدف المباراة ذهبت إلى ضربات الترجيح التي تفوق فيها أشبار رمان عابرين بذلك إلى الدور النصف النهائي من البطولة كما تأهلت كل من منتخبات السعودية اليمن والمغرب حيث سيواجه منتخبنا الوطني نظيره السعودي يوم الاثنين الخامس من سبتمبر على الساعة الرابعة والنصف فيما سيواجه منتخب اليمن منتخب المغرب على الساعة الثامنة مساء بملابسك فاز نادي شباب قسنطين على شبيبة القبائل بهدف نظيف في جولته الثانية من الرابط المحترف الأولى لكرة القدم كما حقق اتحاد العاصمة تاني انتصار له أمام اتحاد خنشلا بهدف لسفر فيما انتهى لقاء ملودية وهران أمام النجم مغرى على وقع التعادل السلبي وتعثر نادي بارادو أمام شباب الوزداد بهدف دون رد احتل العداء الجزائري جمال سجاتي المركز الثاني في سباق 800 متر جال ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى جولة بريكسل ببلجيكا جمال سجاتي صاحب في الدية بطولة العالم أوريغو 2022 أطاح بالبطل الأولمبي والعالمي صاحب الذهبية في البطولة ذاتها العداء الكيني إيمانوال كورير جمال سجاتي وبهذه النتيجة بات سجاتي أول العداءين الجزائريين المتآهلين إلى البطولة العالمية لألعاب القوى 2023 بالعاصمة المجرية بودابيست فألف مبروك للبطل الجزائري إلى جديد محترفين وقع الدولي الجزائري أدم الناس مع نادي ليل الفرنسي قادما من نادي نابولي الإيطالي لمدة موسمين إلى غاية 2024 وقد عبروا الناس عن سعادته بالتحاقه بالنادي الفرنسي الذي أكد أن معرفته ببعض اللاعبين في الفريق هو الأمر الذي لن يشكل عائقا أمامه للإندماج مع المجموعة مضيفا أن الجميع في أوروبا يعلموا أن فريق ليل من بين أفضل الأندياء في فرنسا الظاهير الأيمن للمنتخب الوطني حسين بن عيادة متواجد حاليا بالمغرب وتحديدا في إحدى معاقل الوداد البيضاوي قبل اندمامه الرسمي لهذا الأخير قادما من نجم الرياضي الساحلي التونسي وأشارت عدة مصادر إعلامية أن العقد قد يكون لمدة سنة قابلة للتجديد لموسمين وذلك حسب مردود اللاعب مع النادي المغربي إلى أخبارنا العالمية أعلن برشلونة في حسابه الرسمي عبر تويتر عن وصول الظاهير الأيصر الإسباني ماركوس ألونسو ومشاركته في تدريبات الفريق ونشر برشلونة مقطع فيديو قصير للعب الدولي الذي فسخ عقده مع تشيلسي حيث ظهر ألونسو وهو يرتدي لباس برشلونة ويشترك مع رفاقه في التدريبات وذكر النادي الكتالوني أن عقد ألونسو سيمتد حتى جوان 2023 متضمنا شرطا جزائيا بقيمة 50 مليون يورو وبدأ ألونسو صاحب الواحد وثلاثون عاما مسيرته الاحترافية مع ريال مدريد قبل أن يخود عدة تجارب مميزة أبرزها في تشيلسي بين 2016 و2020 ويأمل تشافي هرنانديز أن يكون ألونسو الحلد نهائي لمشكلة الظاهير الأيصر في دي لتراجع أداء جوردي ألبا وكان برشلونة قد عزز خط دفاعه بضبمه المدافع هيكتور بيليرين لعب أرسونال الإنجليزي السابق في اللحظات الأخيرة التي سبقت إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يرحل بطل الدوري الفرنسي باريسان جرمان لمواجهة مظيفه نونت ضمن مواجهة الجولة السادسة من الليك آن وسيحاول فريق العاصمة الفرنسية مواصلة نتائجه الإيجابية مستغلا ترسوناته البشرية التي تضم مجموعة من النجوم من أجل تحقيق فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم عندما يواجه مظيفه نونت الذي حقق انتصارا واحدا من أصل خمس مباريات والذي سيعمل على خلق المتاعب للفريق الباريسي نهاية الجولة الرياضية إلى اللقاء اشتركوا في القناة